أكد الكاتب الصحفي دير أشوان رئيس الهيئة العامة للاستعلمات أن الإعلام الدولي يتابع باهتمام شديد دور مصر إزاء تطورات الجارية في قطاع غزة منذ تفجير الوضع في بداية شهر أكتوبر الماضي وجهودها على الصعيد الإنساني من خلال توفير الدعم للأشقاء الفلسطينيين كما تابع الإعلام الدولي كل الجهود السياسية والدبلوماسية المصرية لتمرير المساعدات المصرية والدولية عبر معبر رفح الذي أصبح شريان الحياء الوحيد للأشقاء في غزة لدخول المساعدات ومواد الإغاثة ونقل الجرحة وخروج المدنيين الأجانب من القطاع مشيرا إلى أن الجهود المصرية تحظى بتقدير عالمي سواء في المجال الإنساني أو الجهود السياسية المكثفة لوقف العدوان والانتقال إلى تسوية سياسية شاملة للقضية الفلسطينية على أساس القرارات الدولية وحل دولتين وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة على الأراضي المحتلة عام 1967 وعاصمتها القدس الشرقية كما أشار رشوان إلى أن هيئة الاستعلمات تواصل الاستجابة لطلبات المرسلين الذين يرغبون في الحصول على المزيد من المعلومات عن الجهود المصرية أو عقد لقاءات مع المسؤولين المعنيين أو القيام بزيارات لمدينة ومطار العريشة والوصول إلى الجانب المصري من معبر رفح ترجمة نانسي قنقر